مشاهدي نهارك سعيد بنرجع لحضراتكم مرة تانية وبنسبح عليكم ونهاردة الحد 4 مارس عرض الاهم عنوين الصحف طبعا النهاردة كان المفتوض يكون معنا الحقيقة الاستاذ اشرف بربالي الصحفي ولكن للأسف انه تعرض لحدسة ان شاء الله نتطمن عليه ويكون كويس فهنعرض مع حضراتكم عنوين الصحف اهم ما ورد في الصحافة المصرية والعربية النهاردة انا وزميلي فادي اسمحني استضيفك النهاردة طيب في البداية طبعا نقول لحضراتكم اهم العنوين اللي هنتكلم عنها النهاردة من الشروق في الصفحة الاولى 24 مارس ميلاد تأسيسية الدستور ومن المصر اليوم الصفحة الاولى وبدأت معركة القوى السياسية الثلاث حول الدستور الشروق صفحة الاولى الدستورية العليا تبدأ دراسة تعديل قانون انتخابات الرئاسة ومن الاهرام الصفحة الاولى جلستان طريقتان لمجلس القضايا الاعلى والبرلمان لبحث ملابسات صفر المتهمين بالتمويل الاجنبي المصر اليوم صفحة الاولى المانيا تعترف صفقة سياسية وراء الغاء حظر صفر المتهمين الشروق صفحة الاولى من الحرية والعدالة للجنزوري تقدم باستقالتك افضل سحب استقاءات لا محالة الاخبار صفحة تمنى تفاصيل موافقة اسبانيا على تسليم حسين سالم ومن المصر اليوم الصفحة الثالثة انيابة تحقق في جراحة البلكيمي والنائب ينفي الاهرام صفحة الاولى القوات الموالية لبشار تقطف حمص بالمدفعية فادي بالنسبة لأول خبر اللي هو الشروق 24 مارس ميلاد تأسيسية الدستور عندك في الشروق اعتقدت هو بالفعل اعلن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتشكيل لجنة برنامانية مشتركة من اعضاء مجلسي الشعب والشورى ومن ان هي تتلقى اقتراحات الدستورية من الهيئات والنقابات وافراد المجتمع المدني لوضع اسس ومعايير اختيار اعضاء الجامعات التأسيسية للدستور على ان هي تخلص مهمها في 14 يوم على اساس انه يبقى 24 مارس يتم بقى انتخاب الجامعية التأسيسية للدستور واللي هتتكون من مئة فرد هو اهم حاجة في الجزئية دي متهال يا فادي انه يكون المئة فرد اللي هيتم اختيارهم دول حقيقي بيمثلونا كلنا هقول الحاجة قبل ما نتكلم عن الجزئية دي عشان الجزئية دي جاي في الخبر اللي جاي لكن هو يمكن ابرز ابرز حاجة مكتوبة في الخبر المنشور في الصفحة الاولى انه غياب المشير محمد حسين تنطوي عن المشهد وانه لم يحضر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم البلاد هو اللي فسروا عدد من الاعضاء الى انه المشير يخشى من تعرضه لانتقادات حدا من قبل النواب بسبب إلغاء طرار حظر سفر الامريكيين في قضية التمويل الاجنبي ودي هنجلها لكن بالنسبة بقى لاختيار المئة شخص اللي هيقوم بوضع الدستور وده ممكن ده يودينا للخبر التاني فعلا زي ما كنتم بتقول يا فادي اللي هو بدأت معركة القوى الثلاث حول الدستور طبعا القوى الثلاث هم اكبر قوى او ثلاث قوى المسيطرين حاليا على مصر او ما هو بالضبط انت تتكلمي عن الاخوان الاخوان والسلفيين والبقية على اعزاب والليبراليين يعني في البقية او غالبية الاعزاب بعد كده بس هي الخلاف دلوقتي فعلا زي ما انت بتقولي على النسبة يعني مثلا الاخوان بيقولوا احنا عايزين اربعين من المئة يبقوا نواب من مجلس الشعب و 30 شخصية عامة و 30 شخصية من مؤثلي النقابات والهيئات والمنظمات لكن مثلا الاتجاه السلفي حزب النور وحزب البناء والتنمية بيقولوا لا احنا عايزين هم يبقوا ستين واحد من البرلمان ويمكن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والاحرار والتجمع اكدت عدم ضرورة يعني ما ينفعش ان احنا نعتمد على الاغلبية لانه الاغلبية ممكن النهاردة تبقى اغلبية ممكن تبقى اقالية احنا عايزين دستور هيقعد خمسين مئة سنة محتاجين ان هو يتعمل يشمل كل التواقف بالضبط فلازم يكون بيمثلنا كلنا بيمثل كل التواقف المصرية بيمثل كل الشرائح المصرية اذا كنا متفقين معاها او مختلفين معاها مش لازم يكونوا من النواب كلهم ومش لازم يكونوا من مجلس الشعب كلهم لانه الاغلبية في مجلس الشعب واضحة ومعروفة فاذا اعتمدنا على الاغلبية فده معناها ان احنا مش هنبقى بنمثل شرائح المجتمع المصري كلها الشروق الدستورية العليا تبدأ دراسة تعديل قانون انتخابات الرئاسة وابتدى السباق طبعا في انتخابات الرئاسة مرشحين كتير ابتدوا يظهروا على الساحة كل يوم بنلاقي اسم جديد كل يوم بنلاقي شخصية جديدة اتفقنا واختلافنا معاها ولكن هو واحد من المرشحين عندك اي تعليق فدي على الخبر نار هو الخبر محتوى بيقول انه مجلس الشعب ارسل خطاب للمحكمة الدستورية العليا امس بشأن اقتراحين اقررهم اقتراحين بتعديلين اقررهم مجلس الشعب وعايز رأي المحكمة الدستورية فيهم بتعديل نصين المادة 30 والمادة 38 في شأن اجراءات الفرز باللجان الفرعية وتسليم المحاضر مفروض انه المحكمة هتنظر في قانونية التعديلين وفق المادة 28 من الاعلان الدستوري على ان يصدر التعديل رسميا في خلال 3 ايام بعد يعني هتدرسه في 15 اليوم ويقرر التعديل في 3 ايام هو تعديل المادة 30 انه تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز اصوات الناخبين واعلان النتائج في حضور وكلاء ومندوبين المرشحين ومبسلي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ثم تسلم لرئيس اللجنة العامة اتبع لها محضر اعلان النتيجة في كشف موقع من رئيسها كما تسلم صورة من الكشف ده لكل وكيل او مندوب لكل مرشح بحس انه الاجراءات كلها تبقى معلنة جميل والمادة 38 انه اللجنة العامة تقوم بجمع كشوف الفرز الصدرة عن اللجانة الفرعية كلها وتثبت كل الاصوات الصحيحة في محضر من 3 نسخ وتعمل اعلان للنتائج على ان يوضح عدد الاصوات الصحيحة اللي حصل عليها كل مرشح وترسل المحضر الى اللجنة اللجنة الانتخابات الرئيسية في الاخر ويمكن كل التعديلات دي مطلوبة عشان تصحح بس من حدة المادة 28 في الاعلان الدستوري لتلافي انه يبقى فيه شبهات او عدم دستورية يطعم بعدم دستورية المادة 28 في الاعلان الدستوري بعد كده بالنسبة للخبر البعض كده وخاص بالاهرام صفحة الاولى جلستان طارقتان لمجلس القضاء الاعلى والبرلمان لبحث ملابسات سفر المتهمين بالتموين الاجنابي الحقيقة انه قصة سفرة المتهمين بالتموين الاجنابي وقصة الكفالة او قصة الغرامة اللي دفعوها زي ما نطلق عليها الحقيقة يعني فيها اثارة شوية للرأي العام وانه فيه ناس كتير جدا مستئة من اللي حصل في الموضوع ده فيه خبر تاني ويمكن هقولك حاجة هي المشكلة انه لم يتم اعلان عن صفقة سياسية في الموضوع فاحنا دلوقتي في وسط تداعي تداعيات الموضوع كله مجلس القضاء الاعلى قرر انه هو يعقد جلسة طريقة خلال ساعات لبحث ملابسات تناحي هيئة المحكمة في قضية التمويل وصدور قرار رفع الحظر بمجرد اختيار المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس استقناف القاهرة الدائرة بديلة وفي نفس الوقت دكتور كتاتني اعلن انه مجلس الشعب هيجتمع في 11 مارس الحالي هو كان مفروض انه هو هيجتمع يستمع لبيان الحكومة لكن هيتأجل اليوم اللي بعديه نظرا لخطور الموضوع طيب بالنسبة لاخر خبر انه اعتقد ان فقرتنا خلاص بتنتهي يا فادي وهي من الحرية والعدالة للجنزوري تقدم باستقالتك افضل تحب ثقات لا محالة بس قبل ما نتكلم عن ديرانيا لازم نقول بس حاجة لانه فيه خبر مهم جدا من المصر اليوم الصفحة الاولى انه المانيا دي هو ده لكل الاعلاميين وكل الناس اللي كانت بتتكلم انه لو كان فيه صفقة ياريت تقول لنا علشان الخسارة جمدة جدا فيه احساس المصريين بانه كرامتهم اتشرخت بسبب انه فجأة الامريكيين سفروا محدش فاهم وهما سفروا ليه وقلت لا ياريت ما نستناش لما الامريكيين هما يقول لنا لكن البداية هو المانيا بتعترف ووزير الخارجيال الماني جولو فيستير فيلا قال انه قرار رفع حظر السفر عن النشطاء المتهمين في قضية التمويل الاجنبي جاء بناء نتيجة صفقة سياسية تمت وراء الكواليس ودي حاجة مش لطيفة طب ما تعلنوا لنا ايه هي الصفقة على الالنب عارفنا احنا كسبنا ايه واخسرنا ايه اوكي الخبر البعد كده اللي كنا بتكلم عنه وهو الحرية والعدالة للجنزوري تقدم باستقالاتك افضل سحب الثقاءات لمحالة الحقيقة انه لو وقفنا عند الخبر ده هو لما دكتور عصام شرف قدم استقالته كان ايه اللي حصل ولما كل الحكومات اللي كانت قابل عصام شرف اتغيرت كان ايه اللي حصل احنا ليه مش عايزين ندي فرصة لحد انه هو يكمل شغله ليه طول الوقت عندنا مبدأ التخوين وعندنا مبدأ انه لقى اصله كذا لقى اصله كذا نستنى ونشوفها ايه اللي هيحصل وبعدين فرصة مش طويلة على فكرة هي كل الفكرة في حاجة انه همه انه بس هي كفانة تخوين المصريين الموضوع كله مجرد اجراءات احنا مستنيين انبيان الحكومة لكن اللي واضح من على الساحة وخصوصا بعد حرار حظر السفر ورفعه بالنسبة للامريكيين فده بيوجه اصابع الاتهام لحكومة الجنزوري نفسها وبالتالي حطنا في موقف اسوأ دلوقتي وهو حكومته بقت في موقف اسوأ لكن خلينا قبل ما نختم فقرتنا بس نقول انه اسبانيا خلاص وفقت على تسليم حسين سالم لمصر بداية من يوم الحد قدامه ثلاثة ايام عشان يطعم فيهم قدام المحكمة الاسبانية المحكمة الاسبانية لو رفضت الطعن بيبقى قرار تسليمه لمصر نهائي على شرطين انه لا يحكم امام نفس الدائرة اللي حاكمته قبل كده والشرط التاني انه هو لو هيقضي عقوبة جنائية فما يقضيهاش في السجون المصري قضيها في اسبانيا في السجون الاسبانية وده بالمناسبة في اتفاقية دولية ما بين او ما بين اسبانيا تسمح بذلك وده منتهى القانونية منتظرين نشوف ايه اللي هيحصل في الموضوع هنشوف احنا بنسق في القضاء وبنسق في العدالة وبكده بنكون انتهينا من فقرة السحافة هنروح لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا معاكم في نهارك سعيد نهارك سعيد خليكم معايا ترجمة نانسي قنقر